هددت شيري الجزائر بمقادات منظمة حمايتك للدفاع عن المستهلك بعد نشر هذه الأخيرة معلومات تتهم فيها شيري بالمبالغة في سعر إحدى سياراتها الأرخص بالجزائر أصدرت شيري الجزائر اليوم بيان توضح فيه حول الحقائق بخصوص المعلومات المغلوطة المنشورة على صفحة لجمعية وطنية مسمات منظمة حمايتك للدفاع عن المستهلك وقالت شيري في بيانها منظمة حمايتك للدفاع عن المستهلك وبالغلط قالت أن سعر الشراء من المصنع لسيارة تايكو إثنان ببرو وكذا المصاريف والرسوم مدعية أن التكلفة النهائية تقرب 138 مليون سنتيم وأضاف البيان صاحب المنشور وللأسف أظهر قلة دراية وجهلا بأعباء الاستراد والتسويق للسيارات الجديدة متجهلا أعباء أخرى لم يذكرها في منشوره وملوحا بأن مؤسستنا تأخذ هامش ربح كبير على حساب زبائنها وأكدت شيريا الجزائر أن هذا التصريح لم يسل لمؤسستنا فقط وإنما يضرب مصدقية مؤسسات الدولة أيضا في الرقابة ويهز ثقة زبائننا الكرام والجميع يعلم بالإقبال الكبير على علامة تايكو إثنان ببرو التي أصبحت تسمى بسيارة الزوالي وأضافت كان بإمكان هذه الجمعية التواصل مع مؤسستنا مثل ما فعلت جمعيات قبلها وفي مجال نشاطها وقد ربطت معنا قنوات تواصل مباشرة لتوجيه الزبائن ومرافقتهم وحتى الدفاع عنهم بكل احترافية وموضوعية وقالت شيري أنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد هذه الجمعية والتي لديها سوابق في سلوكات مماثلة بالحديث عن متعامل اقتصادي دون الاتصال به لمعرفة النوايا الحقيقية ودوافع هكذا مغلطات ضاربة عرض الحائط المجهودات التي قامت بها مؤسستنا وقطعات وزرية مختلفة لتوفير سيارة بأقل سعر ممكن وأضاف بين شيري نود التأكيد على أننا شركة معتمدة من وزارة الصناعة ونخضع للرقابة المباشرة من وزارة التجارة وترقية الصدرات ونتعامل بجدية تمة مع سياسات الدولة لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة لعملائنا والمواطنين الجزائريين ودعت شيري الجزائر السلطات المعنية إلى فتح تحقيق بخصوص هذا الموضوع لإنصافنا وردع مثل الممارسات التي نجهل الهدف من ورائها والذي يزرع الشكوك في هذا الوقت بالذات ونحن على مشارف الانتهاء من تسليم آخر دفعات سياراتنا من كوطة 2023 كما أكدت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك وإرشاده آبوك أنه بعد استقبالها مئات الرسائل فيما يخص المعلومات التي يتم تداولها حول سعر التكلفة لسيارة شيري تيغو اثنان برو المزعوم بمائة وثمانية وثلاثون مليون نوضح للمتابعين أن العملية الحسابية التي تم وضعها خاطئة تماما بما أن السعر الموضوع متعلق بنسخة مختلفة غير مسويقة في الجزائر وبمواصفات أقل فاصلة كما تم نسيان ضرائب أخرى لم يتم احتسابها وأضافت المنظمة في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك وحتى يطمئن المواطنة فنحن على اطلاع بسعر الاقتناء الدقيق من المصنع لعلامة تيكو اثنان ببرو وكذا التكاليف المصاحبة لها ومنظمتنا في تواصل مع معظم وكلاء السيارات لأخذ المعلومة الصحيحة من المصدر لا من المواقع وربطت قنوات تواصل مكنتها والحمد لله من معالجة أكثر من ثمانية مائة ملف بطريقة ودية وفي ختام منشورها بشرة المنظمة المستهلكين أن تعدد الوكلاء التدريجي سيسمح بحول الله من خلق منافسة وبسقوط متزايد لأسعار السيارات في الأخير أكدت شيريا الجزائر أنها تجدد حرصها على الالتزام بالشفافية تجاه الدولة والزبون الجزائري